مرحبا بكم أعزائنا المشاهدين في الحلقة الأولى من دراسة معهد الخدمات الملكية المتحد بعنوانا الصين ليست روسيا وتايوان ليست أوكرانيا في هذا البحث ننقل لكم كيف تنظر مراكز الأبحاث إلى الاختلاف بين الحالتين الروسية والصينية وعنص السرع الغربي الروسي والغربي الصيني وما هي أفاق هذا الصراع يقول خبراء المعهد الملكية اجتدب الغزو الروسي لأوكرانيا وهو الصراع العسكري الأكثر أهمية الذي شهدته أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية انتباه العالم فقد اختلف المراقبون في تفسير الخطوة الروسية واندافعوا للتفكير في الآثار الأوسع للحرب ويكاد يكون من المحتم أن يتطلع الناس لرسم مقارنات تاريخية ومعاصرة على حد سوى ولعل أحد أوجه التشابه الشائعة المعاصرة هو بين أفعال روسيا تجاه أوكرانيا ونهج الصين في التعامل مع تايوان وبعيدا عن بعض أوجه التشابه واسعة النطاق والتوازل أكثر وضوحا هو أن كل من أوكرانيا وتايوان من الديمقراطية الهجرة الحديثة التي تجاول دولا قوية عسكرية والتي تهدد بضم هذه الدول الصغيرة ومع ذلك فهناك فرق كبير بين الصين وروسيا إضافة لفرق هائل بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني تشي جامبينج الصين ليست روسيا أرسلت روسيا في عهد بوتين بشكل متكر القوات المسلحة للقيام بمهام قتالية في الخارج إلى مجموعة من البلدان بما في ذلك جورجيا وسوريا وأوكرانيا كما نفذت تدخلات عسكرية كبيرة ضد دول أخرى وآخرها كازاخستان وأن كان ذلك بدعوة من رئيس ذلك البلد كما دعمت موسكو بنشاط الجماعة المسلحة والميليشيات في بعض هذه البلدان نفسها وغيرها على الرغم من أن الصين كانت نشطة وحازمة أيضا في استخدام قواتها المسلحة خارج حدودها في السنوات الأخيرة فقد تجنبت بكين عمليات قتالية واسعة لطاق بالنسبة لصين فحول محيطها انخرطت في استفزازات ومواجهات وحتى صدامات عنيفة لكن الصين على عكس روسيا امتنعت عن التدخلات أو الغزو أو الاحتلال المكثف لدول أخرى منذ أن غزت في إتنام في عام 1997 وكانت تكبر عملية نشر الصين للقوات في الخارج في حقبة ما بعد الحرب الباردة في مهام حفظ السلامة التابعة للأمم المتحدة في حين أن روسيا لديها أكثر من عشرين منشآت عسكرية خارج حدودها فإن الصين لدي حتى الآن قاعدة عسكرية نسمية واحدة فقط على أرض أجنبية في جيبوتي تأسست في عام 2017 وعدد قليل من المنشآت الأخرى التي لا تعترف بها رسميا وبالطبع لدى بكين تاريخ في استخدام قواتها المسلحة وأجهزتها الأمنية القصرية داخل حدودها لقمع المتظاهرين السلميين والمعارضين السياسيين والأقليات العرقية وتشمل مواقع هذه العمليات بكين والتابت وتشين جيانج وكذلك هونغ كونغ فلم تتردد الصين أيضا في استخدام القوات المسلحة ومجموعة واسعة من الأدوات القصرية حول محيطها ويشمل ذلك بناء الطرق والمخابع في المناطق الحدودية النائية لجبال الاملايا المرتفعة على طول حدودها المتنازع عليها مع الهند وانشع جزر اصطناعية ومنشآت عسكرية في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وفي السنوات الأخيرة انخرطت القوات المسلحة الصينية أيضا في اشتباكات ومواجهات عنيفة مع وحدات الجيش الهندي على طول خط السيطرة الفعلية المتنازع عليه وصدمت قوارب الصيد سفن خفر السواحل في فيتنام والفلبين ودول أخرى أما الرئيس الروسي فيبدو أنه يستمتع بإسقاط صورة الرجل القوية الذي يرغب بشكل روتيني في إثبات قواته في مناطق مختلفة حول العالم على النقيد من ذلك سعى تشين جيمبينغ على الأقل حتى الآن بشكل أساسي لتنمية صورة الرجل الدولة على المسرح العالمية وفي بعض الأحيان ألقى خطابات في محاولة لتصوير الصين على أنها نسخة أكثر مسؤولية وأقل تدخلا من الولايات المتحدة الخالية من القيام وقد استثمر شيئا كثير من الوقت والموارد في تعزيز مجموعة من الجهود الدولية رفيعة المستوى التي تهدف إلى إثبات أن الصين قوات عظمى بناءة واستباقية وباستخدام الخطاب الإيجابي الذي يرويج لحلول وتطلعات مربحة للجانبين لبناء مجتمع ضمصير مشترك للبشرية أطلقت الصين تحت قيادة شي جهودا طموحة مثل مبادرة الحزام والطريق بآرعي والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية على النقيد من ذلك لم يمذل بوتيني جهد حقيقي لتقديم بديل للقيادة العالمية للولايات المتحدة بخلاف تقديم أعلانات مبهمة ومبالغ فيها غالبا بالتوازي مع شيء ولم يقدم للعالم سوى القليل في طريق التحفيز الاقتصادي بما يتجاوز احتمالية زيادة صادرات الطاقة وضجة حول الاتحاد الاقتصادي العراسي فهذا الكيان يتكون من عدد قليل فقط من الدول التي خلفت الاتحاد السوفيتية يصف الاتحاد الاقتصادي العراسي بأنه رد روسيا على مبادرة الحزام والطريق الصينية ففيما يتعلق بالنشاط الجيو استراتيجي تشترك روسيا مع الصين في بعض مشاريعها بسبب قواتها الاقتصادية والتكنولوجية المتطورة على روسيا وتشمل هذه إنشاء منطقة شينغهاي للتعاون في عام 2001 وتشكيل مجموعة بريكس في عام 2010 الأول هو مجتمع أمني مع التركيز على آسيا الوسطى ويتألف من روسيا والصين وأربع دول وسطة وجنوب آسيا أما الأخير والبريكس فهو ارتباط فطفات لبعض الاقتصادات الناشئة الأكبر في العالم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا ومع ذلك فأن أهم مناورة جيو استراتيجية لموسكو في عهد بوتين كانت تقوية شراكة روسيا الاستراتيجية مع الصين وتصر كل من بكين وموسكو على أن علاقاتهما ليست تحالفا وأن معاهدة الصداقة لعام 2001 التي تم تجديدها في عام 2021 لا تلزم أي من الموقعين بالدفاع عن الآخر في حال الصراع العسكرية ومع ذلك فإن العلاقة الصينية الروسية هي تحالف تبعي واضح نمى بشكل أوثق في السنوات الأخيرة لا سيما مع تدهور علاقات كل منهما مع الولايات المتحدة لكن الغزو الروسي الأخير وضع الصين في وضع غير مريح للغاية فبكين لا تريد استعداء موسكو لكنها لا تريد أيضا الإضرار بعلاقتها مع واشنطن والعواصم الأوروبية خاصة وأن الصين المستفيدة الأول من العجز التجاري مع هذه الدول وبالتالي رهوغت في تصريحاتها وأفعالها فقد دعا وزير الخارجية الصيني وانجي إلى السلام لكنه لم يصل إلى حد إدانة روسيا أو مطالبة موسكو بصحب جيشها والبيان المشترك المطول الصادر في الرابع من فبراير 2022 والصادر عن بوتين والشياء خلال زيارة الزعيم الروسي لبكين عشية تدورة الألعاب الأولمبية الشاتوية لم يذكر أوكرانيا على الإطلاق وقد امتنعت الصين بشدة عن التصويت على جميع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات صلة لغزو روسيا ويبدو أن شي طلب من بوتين تأجيل أي عمل عسكري ضد أوكرانيا إلى ما بعد الأولمبيادة وإلى هنا أعزائنا المشاهدين ننتهي من الحلقة الأولى من دراسة معهد الخدمات الملكية المتحدة حول الاختلاف بين السياستين الروسية والصينية فيما يتعلق بإعادة توحيد مقاطعات ودول مجاورة موسيقى موسيقى موسيقى